اخبار اليوم السيسي الجيش المصري جاهز مع نويا قتاليا اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الجيش المصري جاهز مع نويا قتاليا وله عين يقزه وحرق ناشطه وفعالية في اداء مهام حفظ امن وامان الوطن وحماية حدوده واوضح السيسي ان نجاحات الجيش المصري تبدو بوضوح من خلال المناورة بدر 2014 التي تعد الاضخم للزخير الحية في تاريخ القوات المسلحة المصرية وهذه فرصة ثانية حال التأكيد على ان امن منطقة الخليج العربي خط احمر وجزء لا يتجزع من الامن القوم المصري ووصف السيسي خلال حواره مع جريد تعقاض السعودية العهل السعودي بانه حكيم العرب واكد ان مستقبل علاقات بين مصر والسعودية مليء بالفرص الاقتصادية والتنموية التي يعززها التوافق السياسي واكد السيسي ان مصر ما بعد صورة 30 من يونيو تقيم علاقتها الدولية على اساس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على اقامة علاقات متوازنة لا تميل الى ترفع على حساب اخر ولا تعلي سوى مصلحة الوطن وزير الدفاع تفقد اجراءات رفع الكفاءة القتالية والدفع بتعزيزات اضافية لسيناء شهد الفريق اول صدق صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي اجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لاحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها ورفع قفائتها القتالية بما يمكنها من مجابعة المخاطر والتهديدات المحتملة وتنفيذ كل ما تكلب به من مهام لحماية الامن القوم المصري يتزامن ذلك مع بداية ارسال التعزيزات الاضافية من الجيش الثاني والثالث الميداني وعناصر من وحدات التدخل السريع والتي تم نقلها جوا الى سيناء وعناصر من العملية الخاصة للامن المركزي التابع لوزارة الداخلية في رفع درجات الاستعدادات الى الحالة القصوى والتحرك والانتشار بسيناء لمعاونة تشكيلات ووحدة القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحرب على الارهاب عمر موسى يعلن دعمه لاي جهود مصرية ضد الارهاب طالب السياسي المخدرم عمر موسى بان تكون هناك وقفة سياسية ضد الارهاب مشينا الى انه سيدعم اي جهود تقوم بها الدولة في سيرعها ضد الارهاب ولا يمكن القبول على الاطلاق باي اوضاع تهز المجتمع المصري او تؤثر على مسيرته باي حال من الاحوال واضاف موسى تلقيت اتصالا هاتفيا من عدد من رؤساء الاحزاب من بينهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد من اجل تتشين جبهة وطنية مدنية للوقوف ضد الارهاب وعلى الفور اعلنت مشاركتي في تأسيس هذه الجبهة من اجل دعم الدولة المصرية في سيرعها مع الارهاب محلب تفقد المشروعات الجديدة بميناء دومياط تفقد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ميناء دومياط لمتابعة المشروعات الجديدة برصيفي 18 و19 واستمع لشرح تفصيلي لجميع المشروعات الجديدة بالميناء والتي تشمل عددا من مخازن الغلال وانشاء طرق تربط بينهم ومحطة للحاويات وانشاء محطة صب سائل وانشاء منطقة حرى صناعية على مساحة 125 فدانان شرق الميناء يرافق رئيس الوزراء خلال زيارته كل من وزير التموين والتنمية المحلية والتخطيط ومن المقرر ان يقوم محلب بفتتاح اول مصنع للاسيلين في الشرق الاوسط بمحافظة بورسعيد اخبار اليوم